بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كافة الرسل والنبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء على شاشتكم شاشة قناة البوادي ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لا نزال أعزاء المشاهدين مع ما قدمه لنا أبو حاتم البستي عن العقل وقيمته وأهميته فعن حبيب الجلاب قال قيل لابن المبارك ما خير ما أعطي الرجل قال غريزة عقل قيل فإن لم يكن قال أدب حسن قيل فإن لم يكن قال أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن قال صمت طويل قيل فإن لم يكن قال موت عاجل والعقل نوعان مطبوع ومسموع فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء ولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يريد عليه العقل المسموع فينبهه من رقدته ويطلقه من مكامنه وهكذا فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان مشاهدين الأعزاء منزله بموضع جذور الشجرة من الأرض والعقل المسموع من ظاهره كتدلي ثمارة الشجرة من فروعها وأنشد محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي رأيت العقل نوعي فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع وعن بن عامر قال قلت لعطائن بن أبي رباح يا أبا محمد ما أفضل ما أعطي العبد قال العقل عن الله وأنشد عبد الله أو عبيد الله ابن عكراش وتنسب للخليل بن أحمد وتنسب للإمام علي أيضا يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه قال أبو حاتم للبستي فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت لماذا أيها المشاهدين الكرام لأن قوت الأجساد المطاعم وقوت العقول الحكمة فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت ويقول الحكماء إن التقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرأة عقلا وإن عدم المال في تقلبه وأنشد عبد الرحمن بن محمد من مقاتلي إن ذا العقل يرى غلما له عدم المال إذا ما العقل صح ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلح مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم تبقوا معنا نعود إليكم من جديد مشاهدين الأعزاء لنستكمل نزهتنا قال حاتم ابن إسماعيل ما استوضع الله عقلا عبدا إلا استنقذه به يوما ما وقال أبو حاتم البستي العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حرث الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في الوقوع النوائد ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزة ولا المال يرفعه قدرا العقل 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 هو زينة الإنسان ولا عقل لمن أغفله عن أخرى ما يجد من لذة دنيا العقل مرتبط بوعد الإنسان بحقيقة وجوده وأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة تنقلنا إلى الحياة الخالدة في العالم الآخر وكما أن أشد الزمانة الجهل كذلك فإن أشد الفاقة عدم العقل والعقل أيها المشاهدين الكرام يتعادى مع الهوى العقل يتناثر مع الهوى يقول العلماء والعقل والهوى متعاديان فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا إن طرأ طارئ على عقله واستجاده العقل سارع فيه وإن طرأ طارئ على قلبه واستجاده القلب أجله ريثما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فإذا اشتبه عليه أمران إذا اشتبه على الإنسان أمران اجتنب أقربهما من هواه ابتعد عن ما يهواه لماذا؟ لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لرجل من العرب عمر دهرا أخبرني بأحسن شيء رأيته قال عقل طلب به مرؤة مع تقوى الله وطلب الآخرة قيمة العقل في المرؤة وقيمة العقل في معرفة العقل أو معرفة الإنسان حقيقة هذه الحياة الدولة وأنشد عبد العزيز بن سليمان أبرش إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت آيديه وتم بناؤه فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرا عطاؤه وعن عمران ابن خالد الخزاعي قال سمعت الحسن البصري يقول ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله تمام الدين مشاهدين الكرام يرتبط ارتباطا وثيقا بتمام العقل لا دين لمن لا عقل لا قال أبو حاتم للبستين أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة أي انقطاعا صاحب العقل يحاسب نفسه ليعرف موضعه فبالعقل تعمر الكلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام وكما قالوا عمود السعادة في العقل ورأس الاختيار يطرب لنا أبو حاتم للبستين مثلا عجيبا فيقول لو صور العقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره هذه الصورة الجميلة العجيبة لو أن العقل وجد في صورة فسيكون نورا يتضاءل إلى جواره نور الشمس فقرب العاقل مرجو خيره على كل حال كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال ولا يجب للعاقل أن يغتم لماذا لأن الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل وكما أنه لا يجب على العاقل أن يغتم لا يجب عليه أيضا أن يحزن لماذا لأن الحزن لا يرد المرزئ ودوامه ينقص العقل والعاقل مشاهدين الكرام يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فإذا وقع فيه رضي وصابر والعاقل أيضا لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهب أي لا يبقى في مكان يشترك معه فيه الخوف إن كان يستطيع أن يرحل عنه فإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف العاقل عفي والعفاف أيها المشاهد الكريم هو قطب شعب العقل أنشد المنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري أولست تأمر بالعفاف وبالتقى وإليه آل الأمر حين يقول فإن استطعت فخذ بعقلك فضله إن العقول يرى لها تفضيل يقول أبو حات من البستي من حسن عقله وقبح وجهه فقد ربح لأنه في هذه الحال يكون قد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه أما من حسن وجهه وقل عقله فقد خسر لأنه في هذه الحال يكون قد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه فاصل قصير ونعود إليكم تبقوا معنا نعود من جديد مشاهدين الكرام إلى روضتنا إلى روضة العقلاء حيث يقول أبو حات من البستي ولا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما العاقل لا يحزن للفقر لماذا لأن العاقل قد يرجى له الغنى ولا يوثق للجاهل المكثري ببقاء ماله ومال العاقل عقله وما قدم من صالح عمله أما آفة العقل فهي الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرط وذلك لأن البلايا إذا تواترت عليه أهلكت عقله والرخاء إذا تواتر عليه أبطره ومن أجل ذلك اتفق الأسلاف أيها المشاهدون الكرام على أن العدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل صحبة العدو العاقل أو مزاملة العدو العاقل أو مجاورة العدو العاقل أفضل بكثير من الصديق الجاهل أنشد علي بن محمد البسامي عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفقي وعن خليد بن دعلج السدوسي البصري قال سمعت معاوية ابن قرة ابن إياس المزني يقول إن القوم لا يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم لماذا؟ لأن العقل هو ميزان العمل وعن حفصن بن حميد نيل أكاف قال العقل العقل يغبن والورع لا يغبن العاقل لا يظلمه أحد والدين لا يظلم أحد ويعلق أبو حاتم البستي على هذه العبارة بقوله هذه لفظة جامعة تشتمل تشتمل على معاني شتى فكما لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمر كذلك لا ينفع العقل بغير وراء ولا الحفظ بغير عمل ميزان العقل الوراء وميزان العمل العقل فهو مرتبط أحدهما بالآخر يرتبط العقل بالعمل ويرتبط العقل بالوراء وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة كذلك فإن المرؤات كلها تبع للعقل كل مرؤة مصدرها العقل لا الهوى العقل العقل هو الذي يحض الإنسان على فعل الخير وعلى اتخاذ المرؤات والعقل أيها المشاهدون الكرام لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل العقل حصيف حكيم لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يكثر التماري أي الجدل والخصومة إلا عند القبول ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت والعقل كما يقول أسلافنا لا يستحقر أحدا أبدا ليس من العقل أن تحتقر الآخرين ولا أن تنال منهم ولا أن تهزأ بهم على شأنهم أو كان دون ذلك لماذا يجيبنا أبو حات من بستي لأن من استحقر السلطان أفسد دنيا تحتقل السلطان ينكر بك ومن استحقر الأطقياء أهلك دينه تسخر من قوم مرضيين عند الله لا تكون عاقبة ذلك خيرا أبدا ومن استحقر الإخوان أفنى مرؤته من احتقر أصدقاءه سقط ومن استحقر العل أذهب صيانته والعاقل هو من لا يخفى عليه عيب نفسه العاقل أبصر الناس بعيوبه يعرف مشكلته يعرف نقصه والكمال لله ولا كامل في خلق الله الكمال له وحد سبحانه وتعالى سبحانه من تفرد بالكمال فكل إنسان ناقص والعاقل هو من يعرف نقصه لماذا لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره وإن من أشد العقوبة للمرأة أن يخفى عليه عيبه لما لأنه لن يقلع عنه لأنه ليس بمقلع عن عيبه إن كان لا يعرفه وليس بناء للمحاسن الآخرين إن كان لا يعرفها كيف يتوقف عن الخطأ من لا يعرف أنه مخطئ وكيف يستفيد بالمنفعة من لا يعرف سرها ولهذا قيل في آثار الأقدمين ما أنفع التجارب للمبتدئ أنشد المنتصر بن بلال ألم تر أن العقل زين لأهله وأن كمال العقل طول التجارب وقد وعظ الماضي من الدهر ذنها ويزداد في أيامه بالتجارب شاهدين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم على أمل أن نلقاكم في حلقة ممتعة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر